موسيقى الدراسة هذه تتمثل أنه في محتملاتها كيفية أنه ساعة شفنا قداش تنتج نفايات بلدية سكرة في العام قريب الاربعين الف ترناتا في العام شفنا المكونات متاع النفايات هذي أنه قداش تنتج من نفايات عضوية البلاستيك البلاور وما تابوا قلنا اهنا خاطر حسب منتها الدراسة قلنا ناخذوا مادة البلاستيك ونشوفوا شنية الوجود متاحها في بلدية سكرة من ضمن أربعين ألف ترناتا نلقاو سبع ألاف ترناتا سنويا موجودة في سكرة جينا نشوفوا نلقاو قرابة الألفين ترناتا اللي مفيها البربشة ده ثم خمسة إلاف ترناتا اللي هما معناتها يقع جمحة ومن بعد يقع ردمها في برج سكير ومعناتها ما عندهمش وجود في الجمع وتثمينه قلنا علش أنه طوا بالنس أعملنا الدراسة المالية قداش تكلف الخمسة إلاف ترناتا ما يقابلها قرابة الخمسة مليون دينار ماشية في الهواء وأكثر من هذا أنه البلدية عندها خسائر في جمع المادة هذه بدون أن تستنفع بها إذا كان عن نتاق المحلي لقنا قرابة خمسة مليون دينار خسائر شفنا الدراسة عن نتاق الوطني أعطتنا أكثر من ثلاثة مئة وخمسين مليون دينار يتكلف على المجموعة الوطنية هذه الأرقام هذه راهو فنتني اللي تصرفهم البلدية في الجمع بقولناش أنه مادة البلاستيك هذه دي ما نحكي راهو مادة واحدة هي البلاستيك والخسائر متاحها في كيفية الجمع متاح الخسائر اللي تكبدهم البلدية أنها تجمع وتعمل الردم اللي هي عملتنا برشة برشة ما شكت ثم بالنسبة لنا إحنا إذا كان نعرف المكونات متاع النفايات متاع كل بلدية الحل يخرج واحدة وراء ما معناتها بطريقة علمية ما معناتها إذا كان الجيد تحب تقول نخدمنا مثلا بلدية في أقصى الجنوب مثلا في تطوين اللي هي ما عندياش برشة التقاليد متاع البلاستيك ما ينجمش يكون الحل اللي موجود في سكرة يكون موجود في تطوين اللي نعكسات بطبيعة سلبية على المحيط وعالبيئة خاطر أنت إذا كانت تشوف الخمسة لاف ترناتا مسايبة ما تعرجش عليها وين موجودة اللي هي طبيعي إنها باش تكون مشات للردم خمسة لاف ترناتا من بلدية واحدة برشة برشة فانتكي انت تشوف برشة كير فيه معناتها قداش من بلدية إنه تتجهها باش للردم معناتها مكلف برشة على البيئة هذي أول حاجة وثاني حاجة إنه فانتكي على البلدية بيدها مكلفة لها برشة ناسي يقول لك فانتكي تعمل الجمع البلدية باش تدخل الفلوس مصحية موش صحية بلدية فانتكي تساعة أول حاجة المهمتها الوطنية هي فانتكي المحافظة على البيئة هذي أول حاجة والثاني حاجة إنه فانتكي تستحفظ على الموارد متاحها باش تستعملنهم في موارد أخرى والبلاستيك عنده ناس فانتكي يسحقوه وباش فانتني يقع إدخاله في الدورة الاقتصادية هذي المهم هاتر برشة مغالطات قاعدة تصير إنه مثلا البلديات كي تعمل الفرز الانتقائي باش تصور لا 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 مش مهمتها باش تصور الفلوس هي فانتكي الدولة بيدها دولة بيدها هي مهمتها باش تشغل أخلق المشاريع النوعية هذية احنا بالدراسة متاعنا واقعية اخدمنا في بلدية متوسطة لقينا سبعة وخمسين يدعم للنجم وفاني مناتها بالخمسة الف ترناتة هذو ينجموا يكونوا مناتها فانتني يدعم لقارة احنا طوي فانتي حاليا ثم غموض تام بين البلديات بيدها فانتني بين وزارة البيئة منشيرة وجماعات محلية منشيرة وقت اللي هما البلديات ينتميوا لجماعات محلية وزارة داخلية هذا معناتها لكن احنا بالنسبة لنا كجمعية نتعامل مع الناس الكل لخطر تعرف انه البيئة تهم حاليا تهم الوزارة الكل الوزارة التجهيز عندها نفايات سلبة فانتي احنا موجودين بالنسبة للوزارة الفلاحة نفايات متاع الزيتون احنا منتها حتى كيفية تدوير النفايات الفلاحية نقاروة احنا موجودين السياحة احنا سياح فانتي حب البلاد نظيفها قولش الدولة عازة السياسة عازة اي مشروع اذا كانت حب تسيسه اعرف راك انتي هزيته الفشل اذا كان ما في انتي الخبراء يقولوا كلام والسياسيين يجيوا ضد الخبراء مثلا ماش منتها مشروع ناجح هذا معناتها المعقول اما اذا كان نحاولوا انه معناتها يكونوا الناس كلت لمبارد ثم ماش حلول انه تحب تفرض حلول مسقطة ثم ماش حلول مسقطة ذاك علاش انه فانتني برشة مشاكل في النفايات كل ما تقع تسيسها الا وتعجز عن وجود الحل على خاطر الحل ما يكون كان في المنطقة اللي موجود فيها المشكلة المشكلة خاطر فانتني كي تقول بلدية سكرة ما هوشو مشكل بلدية المرسى ما هوشو مشكل بلدية بنجردان كل بلدية يزم فانتني تعالج النفايات متاحها على حسب خاصياتها المحلية هذك علاش قلتلك احنا الدراسة متاع مكونات النفايات هي تعطيك الحلرة ثم ماش حاجة اخرى يزم اي مشروع اذاك ما عندكش معلومة انك اشخنوة قاعدة تعمل متنجمش تنجح يزم كفاني تكون عندك معلومات اللي هي ابجديات مكونات النفايات متاعك ومبعد تنطلق الحل يخرج واحد ومراه ما هوش سحري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة